لا أرقام عن كورونا بعد الآن قرار اتخذته لجنة الصحة الوطنية الصينية والمثير في الأمر أن اللجنة لم تعلن خلال الأيام الأربع الماضية عن أي حالة وفاة جراء الفيروس وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات مؤخرا نقص المعلومات هذا جعل الناس يشكون في مدى مصداقية البيانات التي تنشرها اللجنة خاصة بعدما أشار مسؤولون حكوميون إلى أن الأرقام المعلن عنها لا تعكس حجم الانتشار الجديد للوباء وتقتصر بكين في تصنيفها لوفيات كورونا على من توفوا نتيجة التهاب رئوي أو فشل رئوي بسبب الإصابة بالفيروس كما أنها لا تسجل الإصابات غير المصحوبة بأعراض توقفت السلطات أيضا عن إجراء تحديثات يومية للأرقام وأصبحت تصدر إعلانات أسبوعية فقط بذريعة الحاجة إلى تقليل عبء الإبلاغ عن الإصابات عن المناطق المحلية وفي تقديرات مقلقة رجحت شركة أيرفينيتي للبيانات الصحية التي تقع في بريطانيا أن الصين تشهد في الواقع أكثر من مليون إصابة وخمسة آلاف حالة وفاة يوميا ومن الواضح أن وطيرة الإصابة بفيروس كورونا تسارعت أكثر في الصين منذ تخلي رئيس البلاد شي جينبينغ عن سياسته الشهيرة المعروفة بصفر كوفيد وتسبب التخفيف المفاجئ للقيود بما شمل تفكيك نظام الفحوص الجماعية في إصابة المواطنين بالارتباك والإحباط لأسيما بعد زيادة الحالات وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات اشتركوا في القناة